ابتداء من منتصف الليل يبدأ العمل بالتعريفات المخفضة على الاتصالات وخدمة الانترنت وبموجب الخفض المقرر بنسبة 40% تحتسب على شبكة الخلوي الثابتة 60 دقيقة مجانا قبل البدء بفوترة المخابرة الهاتفية من دون أي تعديل في تكلفة التخابر ومع الإبقاء على 15 دولارا شهريا وفي البطاقات المدفوعة سلفا انخفض سعر الدقيقة من 36 سنة إلى 25 والرسالة إلى سنتين أما البطاقات المحددة بسعر 25 دولارا فارتفع عدد الدقائق فيها من 63 إلى 91 وازدادت سرعة شبكة 3G وزادت سعتها عشرة أضعاف وأصبح سعر الجيغا فيها عشرة دولارات معروف أن الاتصالات في لبنان تعد الأغلى عالميا وأي إجراء مماثل يكون ظاهره مفرحا هذا ما تؤكده العودة إلى قرارات وزراء الاتصالات في الأعوام الماضية انخفاض العبق اللي عم بيتحملوا المواطن اللي عم بيتحملوا على فكرة كل الشعب اللبناني لأنه في أربع مليون وأكتر مشترك لشبكات الخليوية فهذا العبق إذا انخفض هذا شيء إيجابي بحد ذاته بالنسبة لأنه أخفض الإرادات هذا الدراسات ما بتقول هيك الدراسات ما بتقول الـ212 مليون دولار اللي عم نحكي عنهم لا بس الدراسات ما بتقول هيك أول شيء بديك تدرس أنت كيف الانخفاض الإرادات يعني من وراء كرد فعل على خفض الأسعار هيده كيف بدأت تسلسل يعني بدأت تأخذ وقت بس بنفس الوقت في تضاخم بالمكالمات لكن في مواجهة هذه الاحتفالية عوائق كثيرة خطورة هي أنه لازم إدارة الشبكات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تنتبه أنه إذا حصل هيك انخفاض ما بدو يصير كمان ضغط إضافة على الشبكات واليوم نحنا قريدي نحنا عم نعاني من نوعية التواصل والمكالمات اللي عم تنقطع ونوعية الأصوات اللي عم تطلع والإنترنت وهذا كله هذا نحنا عم نعاني منه إذا صار فيه ضغط إضافة وإذا ما تهم هناك مراقبة ليس مراقبة على ناحية البلد ولكن على ناحية كل منطقة وكل خلي إذا بدك إذا ما تهم هذا المراقبة يمكن هناك يصير فيه مشاكل هذا الإجراء يأتي في زمن البحث عن إرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب وهنا سؤال عن السبب الذي يمنع خفض سعر الخدمات الأخرى مثل سعر للشراك أو إتاحة الاتصالات الدولية في مقابل إبقاء التعريفة على حالها وهنا تشير مصادر رسمية إلى أن السلطة تعتبر الاتصالات مصدر إرادات لا خدمة بديهية للمواطنين وكله يحدد بقرارات سياسية ويبقى الخوف الأكبر من خطة خبيثة لضرب قطاع الاتصالات من أجل خصخصته يؤدي فيها الرئيس فؤاد السانيورا الدور الأكبر بالتمهيد لإنشاء شركة لبنان تاليكم خطة يستبعدها مراقبون بحجة أن الأرضية ليست مهيئة بعد ومع ذلك تبقى الشبح الذي يلاحق القطاع منذ أكثر من عشر سنوات ترجمة نانسي قنقر